سلام المسيح مشاهدي قناة الحقيقة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة النهاردة حلقتنا حلقة مسجلة وهي ضمن الحلقات اللي بقدمها لكم عن اللي بتضمن أسئلتكم والرد عليها عنوان حلقة النهاردة هو أسئلتكم والحقيقة الكتابية الجزء الثالث بفكركم أنكم في خلال هذه الحلقة ودايما تقدروا تبعتولنا أسئلتكم تتصلوا على التليفونات المرشدين موجودين للصالة معاكم أيضا إيميل البرنامج الجديد لو سمحتوا تبعتولي أسئلتكم عليه أو على صفحتنا في الفيسبوك أو على اليوتيوب أيضا بسعدني جدا أن أنا أقرأ تعليقاتكم في كل مكان إذا كانت تعليقات مشجعة أو غير مشجعة وفيها النقد بيعلمنا وإحنا بنحترمكم وبنحترم أرأكم والرب يبارككم ويستخدم الكلمة معاكم النهاردة النهاردة عندي سؤال من الأستاذ علاء حسن الأستاذ علاء حسن خليني أوريكم السؤال بتاعه بيقولي كده بما أنك بتتكلمي وتقولي أنك كنت مسلمة تركتي الإسلام ليه ثانيا الإسلام يؤمن بجميع الرسل والقرآن آخر الكتب السماوية ولا نقول على الله أنه ثالث ثلاثة ولا ننسب لله أولاد ونؤمن بعيسى بن مريم عليه السلام رسول ونؤمن بأن الإنجيل محرف يعني مش عارفة؟ يعني مش عارفة أقول إيه؟ والكتاب السماوي الذي لا يوجد فيه تحريف إلى أن تقوم الساعة هو القرآن تعجبني الثقة في الكلام كده وبعدين يروح أقول لي إيه؟ ممكن بقى تقولي لي إيه اللي مش عاجبك أولا يا أستاذ علاء أنا بشكرك جدا يعني طبعا بكل سرور أقولك إيه اللي مش عاجبني بس هكتفي يعني بالرد أولا على اللي أنت جبته اللي أوردته في أسئلتك أو لأنه سؤال في أسئلة كتير جدا لأن اللي مش عاجبني أو الذي لا يليق بشخص الله كتير جدا في التعليم الإسلامي ممكن تراجع الحلقات إذا كان المرأة المسلمة أو أي الحلقات الموجودة عبر الكتاب الدليل الكثير من الحلقات فيها كل حلقاتنا العابرين فيها بتكلموا عن المشاكل الموجودة في الإسلام بالدراسة وفحص وتمحيص وحذكر لك منهم البعض في الأماكن المناسبة النهاردة علشان تلاقي المعلومات بغذارة أكتر للرد على أسئلتك فيعني راجع الحلقات هتلاقي أن الأسباب العقائدية والفهم الإسلامي أنا بقولها كتير جدا في الحلقات دي أنت بتكلمني بصفة شخصية لكن علشان تعرف بصورة أكتر أنت أنا ليس بت الإسلام أنا شخصيا فشاهد اختباري المفصل على قناتنا على اليوتيوب قناة الحياة على اليوتيوب هتلاقيه موجود هناك وأيضا اختبارات كثير من زملائي في القناة وشهادات لعابرين من الخلفية الإسلامية بالنسبة لي المسألة كانت روحية بحتة تعامل الله معايا بصورة شخصية ولأن لكل منا كل واحد مننا عنده قصة وطريق مع الله أولا أحب أقولك أنت شخصيا أن الله بيرتب قدامك بصفة شخصية ما يدعوك لأنك تعرفه وتفكر فيه وتتقابل معه وده على خلاف المنهج في الإسلام لأنه الرسالة عامة في الإسلام ومش بصورة شخصية أما في المسيحية فرسالة خاصة وشخصية في رسالة عامة للكل وإرادة الله العامة للكل لأن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يرجعون ولكن ربنا ساعد بقى مش ساعد دائما دائما يتعامل معانا بصورة شخصية يمكن كلمة في البرنامج ده مثلا أو تقابل شخصي أو رؤية زي ما حصل في قصتي لكن الهدف من ده إن الله لا يترك إنسان بلا باب لمعرفة محبته وبصفة شخصية جدا فإنت نفسك يا أستاذ علاء مهم جدا عند الرب في صفر حسقيال في الإصحاح 34 بيقول كده أنا أرعى غنمي وأربدها يقول السيد الرب وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح فده آية من ضمن آيات كتير جدا الله بيعبر فيها عن اهتمامه بينا كأولاده أنتوا دائما المسلمين يقول لك الخراف ومش عارف إيه والخروف المسيحي والكلام ده كله تعبير الكتاب عن رعاية الغنم الراعي اللي بيرعى غنمه دول بيبقوا زيه في غلوة عياله دول أكل عيشه دول رباهم وهم يعني لسه مولودين في حبهم فرعاهم لازم يحافظ عليهم كل واحد منهم معدود بيبقى عارف صوت مين في الغنم اللي بتمأمأ حواليه بيبقى عارف أنه واحد البني ولا اللي عليه ألوان يعني فهم في ميزة لتشبيه الراعي الراعي بمعنى الرعاية من قلب الله والله هو اللي بيقول كده فيعني دي مش حاجة تقلل من كلام الله عن نفسه فكون الله بيرعانا بهذه الطريقة وبيقول لنا أن أنا بيرعاكم بالصورة الشخصية بهذه الطريقة ربنا عايزك تعرف أنه هو بيفكر فيك كده النهاردة الكتاب بيقول طيب هو الرب للذين يترجونه للنفس التي تطلبه كل واحد النفس التي تطلبه فأنا قبل ما أرد بقى بالتفصيل على سؤالك النهاردة أنا عايزة أصلي من أجلك بالصفة الخاصة يا رب أنا برفع قدامك الأستاذ علاء حسن أنا بشكرك يا رب لأنه في أسئلته أنت النهاردة تعطيه رسالة حقيقية تعطيه حقيقي وتستخدم هذا السؤال لبركة الكاثرين لكن يا رب أنا بسألك أنك تتعامل معاه بصفة شخصية اليوم سواء شاف الحلقة دي ولا ما شافهاش ولكن يا رب أنا بسألك أنك تريه محبتك وتحيطه بعجائبك كل يوم حتى يعرف من أنت يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد المحب البشر الذي مات عنه بصفة شخصية أمين خليني بقى أدخل للنقطة التانية في رسالتك أنت بتقول أنه إحنا نؤمن بجميع الرسل نقطة بقى عند دي أنت تؤمن بجميع الرسل المسلمين يؤمنوا بجميع الرسل دي عبارة بنسمعها كتير جدا أولا اللي أنت بتقول عنهم رسل وكانوا مسلمين دي عبارة يعني فيها مشاكل كبيرة جدا من بداية الخلق من آدم للمسيح لأنه يعني بعد المسيح نعارفين مين اللي جي بعد المسيح والمسيح بيقول عنهم إيه؟ أنبياء كذبة وأنه النبوة يتغير شكلها بعد المسيح وحلول الروح القدس فينا ومواهب الروح القدس اللي ممكن نتكلم عنها في مرة تانية لكن من آدم للمسيح وآدم طبعا مش نبيا من آدم للمسيح الأنبياء كان ليهم دور وشكل ونظام ودعوة ورسائل منظمة جدا هحكي لك إزاي الكلام ده كله لكن إنك تقول إنهم مسلمين دا تعميم يعني الحقيقة مش أنت الوحدك اللي بتقوله لكن المسلمين بيقولوا كده دا تعميم مغلوط جدا لأنه مبادئ الإسلام ما كانتش موجودة أبدا في التعليم اللي ربنا استخدمه من البداية إلى النهاية لأنه فيه أهداف لرسائل الأنبياء لم تكن أبدا ولم تتحقق في الإسلام أبدا وزي ما قلتلكم آدم ما كانش نبي ولا كان مرسل فيعني لازم دي عارف لينا بقول بعيدة الفكرة دي تاني لازم تصلحوا أفكاركم فاكرين في الحلقة اللي عملناها عن القيامة يوم القيامة خرافة إسلامية ففيها النبي بيقول إنه الناس بتروح للأنبياء ويبدأوا من آدم فالسؤال آدم أرسل لمين وآدم إزاي نبي آدم أول خليقة الله ولكن دا لا يعني إنه خلقوا عشان يكون نبي خالص فأنيواي خليني أرجع تاني بقى إيه لفكرة الأنبياء من منظور الإسلام الإسلام يعني بيعلم إنه هناك عدد كبير جدا من الأنبياء حد سأل محمد كده إيه عدد الأنبياء قالوهم مائة ألف وأربعة وعشرين ألف يعني مية 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 وعشرين ألف آآ 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 نبي ورسول أوكي لقوا يعني يعني استنى بقى فيه دقة أكتر أوكي فالراجل سألوا كان فيهم كام رسول فقالو تلتمائة وطلات عشر عرف إزاي إنهم كانوا تلتمائة إيه الدليل نزل عليه الوحي يقولو جم من غفير تلتمائة وطلات عشر رسول إيه الدليل القرآن لم يذكر اللي يمكن خمسة وعشرين التفرقة بين الرسل والأنبياء على فكرة بين إن ده رسول وده نبي ده اختراع إسلامي محمدي بحث برضو القرآن بيذكر خمسة وعشرين واحد بيقول عليهم النبي كي الباقي بقى راحوا فين من التلتمائة وطلات عشر هنعرف عنهم إيه نصدق محمد ليه إيه اللي يدينا إثبات ويبقى تلتمائة وطلات عشر رسالة حتى الخمسة وعشرين اللي ذكرهم القرآن كانوا شخصيات غير منهم شخصيات غير معروفة وخيالية وما كانوش أنبياء لوت وآدم وزكريا بيقول إن زكريا أبو يحيا كان نبي زي جبت ده منين طبعا يحيا هو يحنى المعمدان ما كانش اسمه يحيا البحث الدقيق في الكلام ده هيكشف لك اسأل لو كان فيه تلتمائة وطلات عشر رسول فين رسائلهم ولمن كانت وإيه الدليل شوف النبوة في الكتاب المقدس يعني يبقى عندنا لمحة برضو نفهم يعني النبوة في الكتاب المقدس في سفر الخروج الرب تكلم مع موسى وإداله تعليمات تفهمك يعني إيه نبي بيقوله كده فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به لأنه النبي في الكتاب المقدس لا يتكلم من ذهنه ولا يتنبأ من ذهنه ولا يعطي رسائل من ذهنه موسى وقف أمام الله وقال له بس يا رب أنا خايف أنا معرفش أنا ضعيف أنا ما بتكلمش كويس لكن الرب قال له أنا أكون مع فمك وموسى مش النبي الوحيد اللي ربنا تكلم معاه بالطريقة دي الكتاب المقدس الكتاب المقدس بيعلمنا إن الأنبياء هم فم الله الله بيستخدمهم إنه يدي الرسالة من خلالهم الأنبياء في الكتاب المقدس أيضا كان منهم نساء زي مريم أخت موسى هل حضرتك تعرف كده؟ لا في سفر التثنية 18 خليني أقرلكم جزء من سفر التثنية 18 لأنه مهم جدا بيبتدي التثنية 18 من الآية 18 بيقول كده الرب أقيم لهم نبيا في وسط أخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أصيبه النبي يتكلم بما أصيبه أنا اللي أقولي الكلام وأنت تعيده ورايا بس كده مش من مخه ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه إذا ما سمعتش رسالة الله وفهمتها وفحصتها وده تحذير لنا كلنا وكل السامعين اليوم اعرف رسالة الله الحقيقية اللي بتقدم لك الآن من خلال الدقايق اللي انت بتتفرج فيهم دي النهاردة كتاب المقدس كلام الله الحق المحفوز لأنه كلام الله لا يتغير ولا يتبدل فإن لم تسمع الله يطالبك بده هتسأل عنده أمام الله يكمل يقول كده ودي مهمة أوي الآية عشرين يقول لك وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمه كلاما لم أوصيه أو يتكلم أن يتكلم به والذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب ما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بتغيان تكلم به النبي فلا تخف منه أوكي لأنه عبر التاريخ كان فيه أنبياء كذبة فإنه الكلام اللي خالف اللي قاله ربنا علشان كده حتى النهار ده في العهد الجديد لما حد يقول أنا رب داني كلمة ودي خاصة بموهبة النبوة إن لم تكن هذه الكلمة مرتبطة تماما ومتوافقة تماما مع روح الله ومع الكلام اللي في الكتاب المقدس يبقى مش من ربنا يبقى لا نسمع يبقى أنت مسؤول عن اللي أنت بتقوله ولكنه لا يغير إيميلي أوكي فمحمد كان عكس ذلك تماما لأنه جه بكل ما يخالف الكلام اللي جه قبل العصر بتاعه زي ما قلت لك النبي هو فام الله سفير عن الله موصل رسالة معينة من الله لازم تكون متسقة مع كل الرسائل السابقة مش ناسخة بقى لأن الله لا يتغير أبدا محمد قال أو الفقهاء يعني قالوا عنه أنه الرسائل الـ 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 الرسل اللي جابوا 313 رسالة نسحت لأن الناس غيروا فيها لأن الناس حرفوها ومش عارف إيه لا أنا أسف يعني ده أنتوا عندوكوا آيات منسوخة في القرآن نفسه لسه موجودة مش هتفضل منهم رسالة واحدة مش منسوخة لازم نسأل في العهد الجديد المسيح قال سيأتي بعد أنبياء كذبة ومحمد ليس نبي المسيح قال إنه من يأتي بعده هيكونوا أنبياء كذبة عشان كده نرى إن محمد تعليمه مختلف وقصص اللي أنت بتقول عنهم أنبياء مثلا فيها الكثير من الخرافات اللي لا تتطفق مع شخص الله النبي يتنبأ ويوصل رسالة من الله ليس فيها أي تمييز زي عن بقية الكتاب وفكر الكتاب زي الاختراع المحمدي اللي جالنا ده إزاي تقول إنه الله ينزل تلتميت تلتمية وتلاتاشر رسالة مايفضلش منهم إلا تلاتة لو اعتبرنا إن القرآن رسالة إنت بتقول إن القرآن آخر الكتب السماوية ده أيضا اختراع إسلامي محمدي بلا دليل الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يتحدث عن واحد يشير إلى واحد وهو المسيح مخلص البشرية وفكرة الله وخطط الله لإنقاذ البشرية هو الهدف وإعادة الإنسان إلى محضر الله وإيجاد توبة طريق توبة للإنسان وفداء للإنسان ما كانش ممكن يحصل إلا من خلال يسوع المسيح نفس نفس الكتاب ده العهد القديم والعهد الجديد هو الكتاب اللي بيؤمن باليهود بس هم وقفوا عند العهد القديم لأنهم مازالوا منتظرين المسيح بالرغم من تحقق كل النبوات في المسيح وده مش غريب من وجهة نظري لأنه صحيح هم عندهم الكتاب صحيح هم عندهم النبوات ولكن قبول رسالة المسيح حسب مقاصد الله لازم يفهم القلب والروح مع بعض ولازم يكون شخصي جدا علشان كده النهار ده بنلاقي انه كتير من أصل يهودي بيقبلوا المسيح وتقدروا بقى تشاهدوا اختباراتهم وبعض الاختبارات الأخرى من خلفيات أخرى على اليوتيوب بتاع القناة قناة الحياة لأنه اليهود اللي أمنوا بالمسيح في الأيام الأخيرة دي عبر التاريخ هم وجدوا أنه اللي حصل مع المسيح من خلال تحقق النبوات اللي هم عارفينها كويس قوي في العهد القديم والجديد والحاجات اللي كانوا بيخبوها يعني عن الناس زي أشعية 53 مثلا شافوا أنه بيتحقق بالكامل في حياة المسيح فأمنه شاف أنه اللي حصل في العهد الجديد متصق مع العهد القديم فأمنه فبرضه مصدرنا الكتاب الواحد اللي لم يتغير لأن الله لا يتغير خليني أقرأ لك مقطع من وجهة نظر إسلامية يعني كان جزء من رد على سؤال كده بيقول الشيخ كان بيرد على سؤال معين مش مهم يهمني الثلاثة اربع سطور بيقول كده الله لم ينزل اليهودية والمسيحية ربنا أنزل رسله جميعا بتعليم الإسلام وفقط الإسلام وجميع الأنبياء مسلمين ويحملون تعليم الإسلام ولله الأمر من قبل ومن بعد هيدا يعلينا بعد شوية هو بيكتب بتنرفز فهذا يعلينا ولما وجدت هذه المعتقدات هي ليست ديانات هي تحويرات للدين الحقيقي وهي من أفعال الكفر الذين اقترحوا لأهواءهم بمساعدة الشيطان الرجيم ما يساعدهم على معاندة الله والكفر به والأشرار والإشراك به وتبرير غرائز تخالف الطبيعة لذلك سميت ديانات إنما هي بالأصل عقائد ممهدة للبشرية لقدوم خير البرية وتعاليم رب العالمين والمنظمة للحياة البشرية ومفتاح أبواب الجنة للراحة الأبدية ولله التوفيق والله وليه التوفيق هو بيقول لك مفيش يهودية ومسيحية أنا مش عارفة هو يعني الشيخ ده كان عايش في أي جحر لأن شريعة موسى طول عمرها يعني من بداية التاريخ من بداية وجود موسى أو ربنا نزل التشريع ده علشان يقود بين الناس واليهود موجودين ومازالوا لحد النهارده بيحفظوا النموس وإحنا أيضا نحفظ النموس بأشكال مختلفة في العهد الجديد لأن المسيح قال أنا ما جئت لأنقود بلق وكمل فالمسيحية مش موجودة المسيحية كانت موجودة من قبل الإسلام بست قرون مش موجودة مش حاجة اسمها مسيحية ما فيش حد تفتأ لزهنه يقول كده عبر القرون الكثيرة دي يقول إن ده إسلام مش مسيحية أين سمعت كلمة إسلام قبل ما جئ محمد يعني ليه ليه زيادة طب إنت لو قلت إن ده كان تمهيد زي ما كانوا بيقولون أنا كنت مصدقة إن ده كان تمهيد لمجيء محمد عشان يصلح الحاجات اللي عملوها غلط وكلام من ده أين تجد في الكتاب المقدس اللي بيقولك إيه وإنه في غرائز تخالف الطبيعة في في اليهودية أو في المسيحية شيء فيه غرائز تخالف الطبيعة معلش سامحني زي مثلا الرجل اللي يجوز بنته من الزنا ده تعليم إسلامي ولا تعليم مسيحي ولا يهودي ده تعليم إسلامي زي مثلا اللي يقولك الولد للفراش وانت وانت تبقى عارف انه الزوجة زينية وعارف الأب كمان وانت اللي تربي العيال دي حاجة تخالف الطبيعة ولا في المسيحية اللي نقدر نقول أوكي حتى الزينة لي غفران لكن برضو التوبة مهمة والاهتمام بالإنسان مهم فرمي الكلام ده لأنكم حفظين كده أنه بيقولوا لكم أنه جوه الكنيس الناس بتعمل كذا وأنه المسيحيين كفر وأنهم كتابهم في خلاعات الكلام ده كله غير حقيقي اقرأ وابحث وافهم اللي انت بتقرأه وبعدين تعال اقول لي انك تجد قداسة مثل قداسة الله في الكتاب المقدس في أي جزء من القرآن أبدا أو حياة محمد الشخصية برضو أبدا فلازم نبحث كده لأنه الحقيقة الإسلام مش مفتاح الجنة ولكنه باب جهنم لأنه يقودك إلى عبادة الشيطان طب كلام الراجل ده إنه الإسلام آخر الرسالات وإنه كل دول كان اسمهم إسلام وكل الرسل كانوا مسلمين كل الكلام اللي لم يحدث في التاريخ ده كان ممكن يكون منطقي لو كانت رسالة محمد مثلا هي الأولى يعني المنطق يقول إذا لم يعرف للإسلام أثر قبل محمد إزاي تقدر تقول على الناس دول إنهم كانوا مسلمين فالمنطق يقول إنه محمد كان يجي الأول بما إنه الأول والأول والأول في كل حاجة وموجود واسمه على العرش وكلام ده كله فكان محمد يجي الأول ويدي الرسالة وبعدين الناس يحرفوها فربنا يبعت رسل تانية علشان خاطر يصلح ويرجع الرسالة المحمدية زي ما كانت لكن هو يجي الآخر ويقول كلام مخالف للكل وبعدين تقول إنه الرسالة الصحيحة وكل كانوا برضو مسلمين يعني ولو هنتكلم بقى عن التحريف فلازم نقول إن أول باب للتحريف كان في كل كتب التراث الإسلامي هي تحريفات وتأليفات وكل واحد كاتب شرحه الخاص أو تجميعات لقصص من هنا ولا هنا ولا هنا ليس لها دليل بالمرة لماذا نختلف اليوم على إن البخاري من الله ولا من كتاب يعترف بيه ولا لا يعترف بيه موظم المسلمين عارفين إن البخاري ده كتاب تأليف ولا لي أي معنى وفيه أكتر الأحاديث اللي تدين الإسلام والمسلمين مش المسلمين أنتو المسلمين السابقين أنا لقوا دين أي مسلم على فكرة أنتو ما زلتوا أهلنا وما زلنا نهتم جدا بفهمكم الروحي وإصلاح حياتكم الشخصية استخدام عقلك لكن النهاردة بنعاني ليه من كتاب زي البخاري ومسلم وغيرهم من كتب الحديث مش بس كده ابن إسحاق وابن هشام وكتب السيرة والتضرب اللي فيهم والخرافات اللي فيهم فإذا كنت هتتكلم على تحريف ففيه حاجات في الكتب دي ما يتقالش عليها إلا أنها خرافات يعني تعدت مراحل التحريف ومش بس كده كل ما كتب في هذه الكتب أيضا يغير النفس الإنسانية ويقودها إلى الشر فالله يقول في الكتاب المقدس المسيح الله الظاهر في الجسد يقولك أنك ما تزنيش بالفكر ولا تزني بالعين ولكن لاحظ قلبك والإسلام يقولك أنت لك النظرة الأولى والتانية عليك المسيح يقول نسامح ونغفر ونصلي من أجل الأعداء والإسلام يقول أن القصاص ولازم كذا و يعني اه اغفر بس حق ربنا ما يتسبش حق الرسول ما يتسبش فالإسلام يعود إلى قلب الموازين صحيح في العهد القديم كان فيه العين بالعين والسن بالسن لكن المسيح قال أنه إحنا نععل حتى فوق ده إلى أننا نسامح ونغفر ونقدم غفران وإذا كان أخوك يزعالك تروح له هو شخصيا وبينك وبينه وتقوله وتغفر له ويغفر لك وتتكلمه الإسلام لم يضع إلا عداوة بين الناس ميز بينهم ضبيت دا سويد دا كذا دا كذا وده خليني بقى أروح لكلامك عن الأنبياء وأنهم يعني يعني جم ومعاهم شرائع والناس حرفوها من بداية الكتاب المقدس كانت شريعة موسى النموس هي الوصلة من العهد القديم إلى الجديد والمسيح قال زي ما قلتلك إنه مجاء لينقد النموس ولكنه يكمله سؤال حضرتك المسيح لما قال إنه ما جاء لينقد بل يكمل كان عايز يقول إنه يستطيع إنه يدينا من خلاله ومن خلال فداءه ومن خلال يعني المثل اللي عاشه المسيح يقولك إنك ليه قدرة بروحي تقدر تعيش أفضل فتغفر أفضل فتحب أفضل فتدي أكتر فتموت عن ذاتك فتكون إنسان أفضل ترى الآخرين قبل نفسك كل ده اتعلمناه من خلال حياة المسيح كنت بفكر النهاردة إنه ليه كل بيقول المسيح بلا خطية ولكنه أيضا مجرب بكل الألم اللي احنا جربنا بيا لأنه الله الظاهر في الجسد كان عايز يورينا إن هذا الجسد لا يمنع روحك إنها تعيش فوق الجسد بروح الله تعالوا فوق إغراءات الجسد بروح الله اللي فيك وما قالكش إنك هتعمل كده لوحدك جيه علشان يدي لك الفداء وبص لنا كده وقال لنا أنا مش يسيبكو يا تامة أنا هتديكم الروح القدس المحي اللي يغيرك اللي يعينك اللي يكلمك اللي يشجعك اللي يعيشده جواك فتقدر به تبقى زي فأيوة أقدر أتغلب على الخطايا أيوة أقدر أشوف خطايا كنت عملتها زمان وأقول أنا مليش مش ممكن يكون عندي اشتياق لأي من هذه الخطايا اللي عشتها من القبل لأنه الحي فيها غيرني مفيش أداة في الإسلام بتديلك ده التقوى ما معنى التقوى التقوى على قدك أنت لوحدك يعني مع كل التصريحات الإسلامية لازاي تعيش هذه التقوى وإن اللي ممكن تعديه وإن اللي صغيرة وإن اللي كبيرة وإن اللي ممكن تستخدم في حيلة شرعية لا تتعلق بتغيير قلبي حقيقي أبدا أبدا هي تصرفات اللي جهرت بي تحاسب عليه لا تجهر بالإذن لكن اللي في قلبك بقى إه انت ونيتك بينك وبين ربنا مش كده بس خليكوا فاكرين اللي بينك وبين ربنا ده في حلقات بتاعت يوم القيامة خرافة إسلامية أهوال يوم القيامة هو مش هيسيب لك فتفوتة مش هيسيب فكتير مننا اللي بيني وبين ربنا ده يعني كنا عارفين إن احنا هنتحسب عليه لكن أنا هقولك إن اللي بينك وبين ربنا اللي المسيح عايزه اللي علمه لنا هو نقاء القلب أما داود كان يقول له يا رب قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدده في عشاي قل له يا رب افحص قلبي افحص قلبي داود مش أنا اللي افحص قلبي الله اللي يفحص قلبي يا رب شهوة قلبي انك تفحص قلبي اليوم قل له كده افحص انت قلبي فربنا يوريك ينور لك على الحاجات اللي في حياتك اللي لازم تتغير اين لكم في الاسلام مثل ذلك وبأي قوة الهية تستطيع انك تعيش بهذا ال الاسلوب احنا بنعيش كده لان المسيح فينا وانا بصلي ان كل واحد واحد بيسمعوني النهاردة يطلبوا نعمة المسيح الان ويقول يا رب انا عايز انك تكون حي في انا عايز انك تفحص قلبي انا عايز انك تخلق في قلب جديد قلب لحم وانك تديني روح مستقيمة تتجه اليك انت وانت وحدك حضرتك اتكلمت ارجع للاستاذ علاء حضرتك اتكلمت على موضوع التحريف اين التحريف وايه دليلك انت برضو بتكرر اللي سمعت لا من غير بحث ولا دراسة الكتاب المقدس له مخطوطات قديمة كلها متفقة ومتصلة ومتطبقة احب اوجهك لبرامج الاستاذ محمد المسيح على يوتيوب القناة ايضا اللي هي عن تاريخ المخطوطات او التاريخ المبكر للاسلام مثلا اعتقد اسمها التاريخ المبكر للاسلام وايضا في حلقات اخرى عن مخطوطات القرآن اوكي فشوف هتشوف المخطوطات بعينك فتفهم ايه اللي ناقص وايه اللي موجود وكان شكلها ايه سؤال سؤال لو كنت بتقول انه الكتاب المقدس محرف وانه العهد القديم محرف وكلام ده كله اين الايمان بان الله حفظ الزكر زي ما بتقول ان نزلنا الزكر وان الله لحفظ اوكي ولو كان فيه 313 نبي كان عندهم رسائل وتنسخت وراحت وتارت وتحرفت والكلام ده كله مفضلش الا اتنين هما بس الموجودين بس محرفين يبقى هذا الاله غير قادر ابدا 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 على حفظ كلامه والسؤال ليه محمد قال اسأله اهل الذكر ليه ده كلام اله الاسلام اسأله اهل الذكر اذا ما كنتش عارفين يعني هل التحريف ما كانش على وقت محمد ودلوقتي حصل اسفاجأة كده يعني ده يدعوك انك ترى التضارب في رسالة محمد وليس في الكتاب المقدس ما تقوله يشير العيب في القرآن ورسالة محمد وليس في الكتاب المقدس كان محمد المفروض يقول ايه في الوقت ده لو كان هو مصدق انه الكتاب المقدس محرف كان لازم يقول لا تسألوا اهل الذكر لان كلام هم محرف منطق ده منطق لكن مش هكمل بقية الاهم مني والذين هادوا يحرفون الكلام عن موضع فالطبري تفسير الطبري والطبري على فكرة كان من الناس عمره مقال انه الكتاب المقدس فعلا محرف انا على قدر ما فهمت انه كان مسيحي اصلا هو اسلام بيقول كده بيقول كده اما تأويل يحرفون الكلم عن مواضعه فانه يقول يبدلون معناه ويغيرونها عن تأويله يعني واحد بيضيف معنى على الاية مش موجود يعني حتى الناس المفسرين بتاعكم بيقولوا كده لكن حصل بقى ايه هوجة من الناس قالك انه لا ده هم الكتب بتاعتهم محرفة فيه على فكرة مستويات كثيرة من الكلام في الموضوع ده يقولك الترجمة دي غير الترجمة دي اه انه انجيل بتاعكم متى مرقص ولا لؤ ولا يوحن ولا ايه من غير فهم انه العهد الجديد يشمل ما اوحاه الروح القدس للرسل في هذا الوقت اللي اتفقت عليه الكنيسة زي ما هو وانه له اصول تاريخية تعود الى القرن الاول يعني ما بين خمسين لسبعين سنة في وقت الرسل وبعد المسيح الكثير من اوك اوك ف يعني لازم لازم نفكر واحنا بنقول الكلام لانه ما عندكوش دليل اين التحريف هتك هتكلم هتكلم شوية عن الاختلاف في ازاي بنترجم وجبنا الكتاب المقدس مين وايه الاسبتات انه الكتاب المقدس صحيح ومتصق ومتكامل في كل مكان زي ما هو زي ما الكتاب المقدس اللي في ايدي هو الكتاب المقدس اللي في ايدي الناس اللي في اليابان ده عربي والانجليزي والبتاعهم ياباني بس اوك طيب باين بتقول لي انه احنا لا نقول على ان الله تالت تلاتة احنا لا نقول انه الله تالت تلاتة دي خرافة اسلامية احنا ما بنقولش ده خالص بل بنقول انه واحد الله واحد وانه في الثالوث شوف خليني اقولك فكرة الثالوث بشكل مبسط الله واحد في ثلاثة هو واحد الاب والابن وروح القدس واحد ولكن خلينا نشوف ازاي يعني اقولها لك بطريقة مبسطة ومحددة الثالوث بمعنى مبسط بيقول كده بيشير الى الله الواحد في جوهره والثالوث في الاقنيم ويعبر عن الاقنوم الاب الحامل للجوهر الالهي والاقنوم الابن الحامل للجوهر الالهي الذي تجسد في اسوع المسيح والاقنوم الروح القدس الحامل للجوهر الالهي هذه الاقنيم الثلاثة متميزة دون انقصام او انفصال او امتزاج او اندماج الله الاب والابن والروح القدس هو الله ولكن لكل اقنوم عمل لانه المسيح عمل المسيح الكفاري كابن الله خلانا ابناء الله لما نقبله فغير عدل المعدلة زي ما خلقها من الاصل وفي اخر الايام الجالس على العرش هو المسيح فما فيش فرق هما واحد لكن احنا نرى الله يتكلم بصور كثيرة في الكتاب المقدس بيتكلم كالله الخالق الاب المحب ويشير لنفسه كذلك عبر الكتاب المقدس كله الكلام عن الابن من بداية الخليقة الى الان هو واحد المسيح اللي كان بيظهر لزهرات كثيرة في سورة بشر لابراهيم للكثير من الشخصيات في الكتاب المقدس لانه الله بيتواصل معانا ما هو يعني الفكر الاسلامي يعني مش عارف اقول انت ازاي تقدر تثبت مية في المية انه هو الفكر الصحيح عن شخص الله وعندما تنظر الى شخص الله في الاسلام تجده متضارب متفاوت متغير مخيف صعب وترفض انه يكون الله الحقيقي محب قريب منا معانا على طول بالروح القدس وهكذا لكن تيجي بقى في يوم القيامة تقولك بقى ان الله بقى نزل بالعرش وقاعد بقى طول العمر بتقوله للمسلمين ان الله لا يمكن يقترب من الانسان وان الله على العرش استوى لكن بقى يجيوا من القيامة حينزل بقى على الارض ويقعد في وسط الناس طب ليه ما يطلعهمش عنده اذا كان يترفع عن انه يكون في وسط الناس تضارب مشكلة دي مشكلة ف عندما نتحدث عن السلوس احنا بنتكلم عن وحدة الله في جوهره وتميزه في الاقانيم التلاتة وهذا ما يميز الايمان المسيحي عن كل الاديان وحدة الله في جوهره وتميزه في الاقانيم التلاتة من غير انقسام او انفصال او انتزاج او اندماج بعدين بتقول ان الانجيل محرف والقرآن فقط هو اللي ما فيهوش تحريف خليني يعني برضو معلش انا في حاجات بحب بقراها زي ما هي بتقول انه الانجيل محرف وانه القرآن هو بس اللي ما فيهوش تحريف واحد بيقول كده اجمعت الامة على ان عدد القراءات المعتمدة سبع قراءات نوسبت كل واحدة منها الى صاحبها ونقلت عنه واشتهروا بيها هؤلاء السبعة هم عمر بن ابن عامر الشامي وابن كثير المكي وعاصم ابن ابن النجود وابو عمر البصري وحمز الزيات ونافع المدني والكسائي وتم اختيارهم من قبل ابن مجاهد ليحد من حركة اختيارات اختيار القراءات التي كانت من منتشرة واخترهم واخترهم بناء على ما تميزوا به في قراءة القرآن الكريم واقراءهم لغيرهم ومدوام واقراءهم لغيرهم ومدواتهم على ذلك واتصفهم بانهم ثقات في اختيار ابن مجاهد اوكي وبعدين بعد كده بيتكلم على توزيع المصاحف والكلام ده كله انا عارف عند القراءات انا عايز اعرف كام مسلم في حول العالم يجرؤ انه يعمل لنا كده دروس على موضوع القراءات اوكي هل القراءات السبعة دي وبيقولك ايه هما كانوا عايزين يحدوا من انه كل واحد بيقرى القرآن على مزاجه خليني اقولك بعض معلومات عن القرآن هل تعلم انه في اكتر من 23 او يمكن 30 قرآن حول العالم قراءين حول العالم منتشرة في بلاد معينة كلهم مختلفين فيهم ايات تختلف عن بعضها تقرأ بطريقة مختلفة تعطي معاني مختلفة هل تعلم ان القرآن في وقت جمعه كان غير منقوط ده اذا كان حتى يعني حدست الجامع دي كلها حقيقية لانه مين اللي قال انه القرآن كان مكتوب على اي حاجة كان فيه خرافات كده بنسمعها واحنا صغيرين انه كان قصصات اللي ممكن نجمعها لو حطوها على جمال من ما تكفيش من اوراق وعظام وحجارة ومش عارف ايه وبعدين في الاخر قال لك اصول القرآن محفوظ في صدور الناس اكي فاذا القرآن كان محفوظ في صدور الناس بالقراءة بتاعة اللهجة بتاعة اهل قريش مش كده وانه ييجي بقى عمر وهو عثمان وهو المفروض انه هو بقى ياخد المصاحف من الناس كلها ويحرق كل القصصات ويحرق كل المصاحف الموجودة انا سؤالي بس انت بتحرق ليه ليه ان لم يكن الموجود مختلف عن اللي هو حطو واللي هو قرر انه هو ياخدو ما كانش حرق الباقي كان خلاه علشان يبقى دليل ولكن هو حرق الدليل على التزوير والانحراف وعندما يكون القرآن غير منقوط واحنا عارفين يعني ايه غير منقوط في اللغة العربية لا كان منقوط ولا كان متشكل فلا تعرف تضم يعني انا مثلا انا بقرأ كلام وانتو عارفين ان انا اللغة الانجليزي افضل من العربي للاسف يعني لكني بفهم كويس وبقرأ كتير اوكي لكن لما اجي اقرأ وابقى يعني اجي عند كلمة مثلا مسمع دي اقول مسمع ولا مسمع ولا مشمع هتقرأ ازاي يقولك القرآن كان محفوظ في الصدور وانه هو ما كانش فيه اختلاف على بعض الايات اللي كانت محفوظة وكانوا يقعد يقوله طب انت حفظها كده ولا انا حفظها كده فبلاش يعني الاستعلاق ده في انك تقول انه اللي هو اللي مفيش ومفيش زيه لا بس اقول لحضراتكم انه يعني عثمان جمع القرآن في مثلا سنة ستمية وحاجة وخمسين او حاجة واربعين مثلا جمعه في ستمية حاجة واربعين مثلا اوكي التنقيت ظهر في القرن التامن يعني يفضل القرآن غير منقوط غير مشكل لحد القرن التامن وبيقولوا ان حتى الظهوره كان من التامن التاسع فما تنقطونيش يعني يعني مش كده يعني وبعدين القراءات حسب اللهجة ويقولك انه انه هنشيل كل القراءات دي ونخلي اللهجة الفلانية انا عايز اسأل سؤال لو انت لو انت بتقرأ على حسب اللهجة فانت هتعرف اللهجة ازاي يعني مثلا انا عايز افرق بين اللهجة المصري واللهجة السعودي اوكي القراشية مثلا فهنا اقول ده جمل وهناك بيبقى اسمه جمل بتعطش الجيم فانت عايز تقرأ حسب اللهجة ازاي المنطوق هتعرفه ازاي هيبقى جمل ولا حمل ولا مش فهم انت يعني اما تيجي تحدد الهجات بتحددها بالنقط والفتحة والضمة والكسرة والكلام ده كله لكن تحدد اللهجة وهي مكتوبة من غير لا تنقيت ولا تشكيل خرافة اسلامية جديدة ايضا مشاكل كبيرة شاهد حلقات القرآن دراسة والتحليل للاخ مالك مسلماني والاخت فرحة لانهم حلقات ثارية جدا بالمعلومات الحقيقية الدقيقة بالمراجع ارجو انك تاخد وقت تشاهد بعض الحاجات دي اخر حاجة هقولها الكتاب المقدس انت بتقول انه فيه تحريف ايه دليلك اوكي الترجمات مش تحريف لاننا بنلتزم باللغة الاصلية ومعناها اذا كان عبري او يوناني اوكي و ليه مش ممكن يكون فيه تحريف في الكتاب المقدس لانه الكتاب المقدس جمع بصورة يعني المخطوطات اللي عندنا والادلة اللي موجودة اللي ترجع الى عهد الرسل وايضا العهد القديم من سنين طويلة جدا وجدوا فيها تطابق كبير جدا فيه يعني ثلاثة اربع نقطة مهمة المخطوطات القديمة دي نقطة مهمة لانه في عدد كبير من المخطوطات القديمة اللي بتكون يعني لقوها في عصور مختلفة والنصوص المعتمدة هتلاقيها متطبقة في هذه المخطوطات القديمة وهذه المخطوطات موجودة في متاحف وفي مكتبات والان تستطيع انك تشاهد مخطوطات الكتاب المقدس على يعني انلاين وانه التقليد النقلي للكتاب المقدس انه الناس كانوا عندهم نظام صارم جدا لنقل النصوص الدينية ونسخها ومراجعاتها والكلام ده كله دي حاجات توارسناها وتعاملت بدقة شديدة وعندنا إثباتات تاريخية عليها لانه ايضا هذه المراجع اللي يعني بنرجع لها ليها واضح تاريخها جاي منين وامتى ومين اللي كتبها والكلام ده كل اوكي وبعدين التوافق بين الشهادات التوافق الشهادات بين الناس اللي استشهدوا بالكتاب المقدس عبر التاريخ موجودة ومعروفة ومستخدمة اوكي وايضا المسيحيين عندهم حاجة اسمها علم النقد النصي وده علم كبير وعميق وصارم جدا لانه نبقى متأكدين ان كل ما هو موجود في الكتاب المقدس يوافق روح الكتاب ومتفق معه تماما انا بصلي انا ملحبش اكمل كل بقيت سؤالك لكن في حلقات قادمة انا بصلي ان الرب النهاردة يوسع افكارنا وزهننا ويدينا قوة اننا نرتكز على الحقيقة الكتاب المقدس فيه اية بتقول كده انه كل الكتاب هو موح به من الله وانه صالح للتأديب والتهزيب وتغيير الانسان من الداخل لانه من روح الله والحق والإثبات العملي انه فعلا يغيرنا من الشر الى ابناء الله من العبودية الى حرية ابناء الله شكركم وإلى اللقاء مع اسئلة اخرى